تصعيد وتوتر لافت شهدته المنطقة في الأيام القليلة الماضية بعد استهداف منشئات نفطية تابعة لشركة آرامكو في محافظتي بجيغ وخريص السعوديتين وتعطيل نحو 50% من إنتاج السعودية النفطي حسب وكالة بلومبرغ الإخبارية الولايات المتحدة الأمريكية سارعت على لسان رئيسها باتهام إيران بالهجوم على المنشئات النفطية بقوله إن إيران على ما يبدو هي المسؤولة عن الهجوم على المنشئات النفطية في السعودية وذكر ترامب في تغريدة له على تويتر أن الإيرانيين يقولون إنهم لا علاقة لهم بالهجوم على السعودية لكن الحقائق ستبين ذلك الرياض من جانبها قالت إن التحقيقات أكدت أن الهجوم نفذ بأسلحة إيرانية مشيرة إلى أن المملكة قادرة على الدفاع عن أراضيها وشعبها والرد بقوة على تلك الاعتداءات واشنطن التي أكدت صراحة ظلوع إيران بالهجمات ونشرت صورا تبين أن الضربات تمت بطائرات غير تلك التي يملكها الحوثيون تلوح بإمكانية التحرك العسكري ردا على الهجوم لكن التلويحات الأمريكية لإيران والتي لم ينفذ منها شيء من قبل أصبحت مكررة في أكثر من حادثة مع طهران التي تتمدد بنفوذها في المنطقة ولا تجد من يكبح جماحها شبكة ABC الأمريكية نقلت عن أحد كبار مستشاري ترامب قوله إن إيران هي من أطلقت مجموعة صواريخ كروز وأكثر من عشرين طائرة مسيرة من داخل أراضيها مستهدفة للمنشئات النفطية السعودية بينما اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران بممارسة دبلوماسية كاذبة من خلال تظاهر قادتها بالانخراط في الدبلوماسية بينما تقف وراء نحو مئة هجوم تعرضت له السعودية حسن روحاني الذي لا يجد غضاضة في الحديث بين الفيينة والأخرى عن نفوذ بلاده في بعض الدول أشار إلى أن العملية التي أسندها لميليشيا الحوثي أتت في إطار الدفاع عن النفس وبذلك تستمر إيران بعبثها في المنطقة بين تهديد لم يعقبه أي عمل عسكري إلى الآن وبين غض الطرف للتمدد أكثر في دول المنطقة ترجمة نانسي قنقر